ثماني ساعات استغرقتها جلسة مجلس الوزراء استحوذ ملف العسكريين المخطوفين على الجزء الأكبر منها بعد عودة الوزير والأبو فعور من لقاء الأهالي في رياض الصلح ولأن لا خلاف على أن قضية العسكريين بمثابة مصيبة فهي جمعتهم تحت عنوان تفويض رئيس الحكومة أمام سلام مواصلة الاتصالات بالتنصيق مع خلية الأزمة وخلال الجلسة أكد الرئيس سلام عدم قدرته على البوح بكل ما يملك من معطيات ووعود إلا أن الوزراء طرحوا وجهة نظرهم لمقاربة هذا الملف نحن موحدين ونحن أعطينا التفويض الكامل لرئيس الحكومة واللجد اللي معه نتفاوض المفاوضة غير المقايضة المقايضة ما نوردي عنها ولحظة طرح موضوع المقايضة نحن فيه أوراق عديدة بإيدنا ما ضروري نقول لشوهية عمد العبل الحكومي بحسق ومهارة المفروض أنه حتى الأمر يوصل لخواتيم سعيدة أنه ما حدا نحس بكل لبنان أن هناك خطابين أو موقفين وكان وزير حزب الله أكد حق الدولة في اعتماد كافة القنوات الممكنة لتحرير عسكريها لكن على أن يكون ذلك مستندا إلى عناصر القوة التي تملكها في مواجهة الخاطفين أما وزراء التغيير والإصلاح فعبروا عن ثقاتهم بإدارة رئيس الحكومة لهذا الملف مع تأكيدهم ضرورة العودة إلى مجلس الوزراء في حال استجد أي معطى مفصلي لاتخاذ القرار المناسب حيا له في حين ركز وزراء اللقاء الديمقراطي على أولوية ضمان سلامة العسكريين في هذه المرحلة